كابتن سامي الشيشيني كان بيتكلم على المباراة الأخيرة أمام الجونا وبيفند ما تحدثنا فيه بالأمس أنه كان دفاع نادي الزمالك إلى حد كبير مفتوح نسبيا وهذا أمر لا يليق بنادي الزمالك برغم أنه فاز بهدفين نظيفين لكن كابتن سامي الشيشيني المحترم قال أنه الملعب صعب جدا والفريق بتاع الجونا فريق مميز للغاية وإحنا علينا الاهتمام أكتر بالتنظيم الدفاعي للفريق وقال إن إحنا قررنا إن إحنا نريح محمد عبد الشافي وأحمد سيد زيزو ومحمود الوينش عشان ما نفقدهمش الفترة كبيرة والبدير كان عند مستوى المسئولية وقال على الشيكبال إنه هو أدى مباراة جيدة جدا رغم غيابه لفترة وده شيء رائع جدا 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 وقال إن إحنا بنشتغل على مسارين المسار المحلي والقاري وده صعب جدا على اللعب المصري وبنحاول إن إحنا نتدارك كل الأمور توفيق إن شاء الله بإذن الله يا كابتن سامي ترجمة نانسي قنقر